أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن فعليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية يجسد اهتمام الدولة بالشباب جاء ذلك خلال فعليات أسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية واضح عشور أن التوسع في الجامعات التكنولوجية خطوة نحو تجهيز الشباب لسوق العمل مضيفا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلاب بالجامعات والمعهد التكنولوجية بإجمال يتجاوز مائة ألف وأن هناك توقعات بزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني والتقني في ظل التحولات العالمية